نروح للأستاذة دينة من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله دايما يا رب أنا بقالي كل هذا سنة تعبنة سلامة ورحت تعبنة مش عارف قلبي كده وجاني بس كل ما روح عن الدكتور يقول لي ما عليكيش أي حيجة دي جي حالة نفسية ورحت الدكتور نفسي أنا بقالي ثلاث سنين من جوزة وما كيش أولاد بس أنا مش بسبب الأولاد ولا أي حيجة ورحت الدكترة كتير وعملت ورحمة قلبه وأشاعاته وكده أقول لي ما تش حيجة ورحت قالولي يروح للدكتور نفسي ورحت للدكتور نفسي يداني عليك تعبني أكتر على طول عندي وسواس إن أنا هموت وإن أنا مش هعمل يعني تعبنة جداً جداً ما بنامش وقلبي على طول بيدق جامد 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 وما بنامش خالص وهقولها موت والدرجة إن أنا كنت واقفة على الطلاق بسبب الموضوع ده طيب تعالي أقولك شو عدة حاجات ومتشفت قاله ما عندي كيش أي حاجة هو ده اللي مدايقني إن أنا كل ما وروح للدكتور يقول لي ما عنديكش حاجة نجي حالة نفسية طب من إيه الحالة نفسية ما هو أنا ما عنديش حاجة مدايقانية عشان يبقى حالة نفسية عجوبك عجوبك خلينا أسألك سؤال بسيط خالص أنت عندك كم ولد؟ ما عنديش أولاد لسا عيدك تدالي بالدعوية الصالحة طيب أنت بقى لك كم سنة متجاوزة؟ بقى لي ثلاث سنوات طيب عندي كم سنة؟ عندي ثلاثين طيب أنا عايز أقول لك بس حاجة أن أنت وكأن حضرتك اللي عند حضرتك دوت أن أنت حاسة وكأنك أنت خايفة أن أنت بعد الشر يعني تموت قبل ما تخلي فيه لا 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 ده أنا من قبل الجواز ده أنا تعب أنا بقى لي كتور جدا طبعا عايز أقول لك حاجة طيب اتفضل فمسألة الخوف من مسألة الموت دي تكون سببها عدة أمور أهم الأمور أن الإنسان يكون حاسس بوحدة وحدة عميقة فلما يحس بوحدة عميقة يحس أنه عيموت لوحده ولا حد يبقى جنبه ولا أي حاجة لا أنا معي مامتي وبابايا ولوجي كويل جدا وقعد معهم على الطول وما فيش أي حاجة لكن أنا بالنسبة للجداء طبعا أقول لك حاجة بص يا دينا عشان بص عشان أنت تعبتيني بص أقول لك حاجة والله أقول لك حاجة عشان نخلص بس ما أقول لك حاجة حاجة واحدة عارفة إيه هي أن أنت حاسة أن أنت كل حاجة تمام وأنت مش عارفة فحاسة أن أنت في حيرة لا الإحساس اللي أنت بتعملين نفسك ده أن أنت مش عارفة الشعور ده جمنين لا الشعور ده ليه سبب واللي قالوا إليك الدكاترة ده صحيح وده موجود في العلم وحاجة اسمها يعني أثر نفسي جسماني يعني الحالة النفسية بتأثر في الحالة الجسمانية فتحس بواجعة في القلب وانت ما عندكيش أي مشكلة عضوية فتعملي إيه؟ توكّلي على الله أقول لك حاجة أنت عيشي وحاول تعملي ثلاث حاجات أول حاجة حاول تعملي حاجات مبهجة طول اليوم في يومك يعني شوف الحاجات اللي بتساعدك وبتفرحك لو بيفرحك اللعب مع الأطفال إلعاب مع الأطفال لو بيفرحك أن أنت تمارسي هواية زي مثلا تعلم موسيقى زي تعلم الرسم أي حاجة اعملي الكلام ده تاني حاجة غير بإنمكك اليوم ما تبقاش نفس الحياة اللي بتعمليها كل يوم غير بإنمك اليوم الحاجات الثالثة لازم يبقى عندك دعاء وذكر لما يجيلك الحالة دي تدعي ربنا بيها عشان قلبك يطمئن ألا بذكر الله يطمئن القلوب الثلاثة حاجات دولة لازم يكونوا مجتمعين كده لو عملتهم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينك أنت بقى عملت حاجة أنا مش موافع عليها أن أنت لما الدكاترة كتابولي جدوة قلت الدواء ده تتعبني وسبتيه لا حاولي تنتظم مع الدواء إن شاء الله ربنا يكتب لك الخير والسعادة إن شاء الله